السلام عليكم طلاب الصف الثامن اليوم راح نبلش بفصل جديد اللي هو فصل السرعة والتسارع من الوحدة الثانية ولكن قبل ما نبلش راح نحكي عن ايش بهمني من الفصل الاول اللي اخذناه بالمدرسة في هاي الوحدة راح نحكي عن الازاحة والمسافة وراح نبلش ان شاء الله في فصلنا الجديد فالازاح هي عبارة عن اقصر مسار مستقيم يقطعه الجسم في اثناء حركته من نقطة البداية الى نقطة النهاية بشوف شو سدك الجسم ممكن احسب اشوف انه في مسار اسهل لهذا الجسم وبحسب انا هاي الازاحة من خلاله بينما لمنسافة بهمني طول المسار الكلي يعني بهمني كامل حركته شو سوى باجي بحسبها كاملة بينما الازاحة حكينا بهمني شو انجز لما قطع او لما تحرك هاي الحركة نبلش بموضوع درسنا اللي هو درس الاول من الفصل الثاني اللي هو السرعة السرعة بشكل عام هي مقدار المسافة المقطوعة في وحدة الزمن طبعا تقاس السرعة بوحدة المتر لكل ثانية وحدة المتر لكل ثانية هي وحدة السرعة هزا راح نحكي من وان جبناها ولكن بهمني انا لما تعرف تدرس السرعة اطلع السؤال شو طالب لك فاذا كان السؤال طالب لك انه بده اياها بوحدة متر لكل ثانية بحط له اياه بوحدة متر لكل الثاني طالب لي اياه بوحدة الكيلو لكل دقيقة لكل ساعة بحط له اياه زي ما بده راح نتعلم كيف ولكن اذا السؤال ما كان محدد لي معناته انا بفهم تلقائيا انه لازم اضع له اياه في المتر لكل ثانية فنيجي السرعة قدرنا نستخلص من القانون اللي هو من المفهوم نقدر نستخلص ايه القانون فحكينا انه السرعة هي مقدار المسافة المقطوعة في وحدة الزمن يعني مسافعة زمن وانا بعرف انه المسافة بالمتر والزمن بالثانية فمتر لكل ثاني هي ايه وحدة السرعة بالرموز بالعادة بيستخدم الرموز عشان تسهل الحل فالسرعة بيرنزولها بعين المسافة بفا والزمن بزين فهذا هو قانون السرعة ايه بالرموز في عندي اشكال كلين من اشكال السرعة ممكن تكون السرعة ثابتة وتمكن تكون سرعة متغيرة طيب متى بتكون السرعة ثابتة اذا كان الجسم بيقطع لي مسافات متساوية في فترات زمنية ثابتة اذا قطع لي هذا الجسم المسافات نيجي هون لو قطع لي هذا هذا الجسم مسافات متساوية في زمن متساوي بحكي عنه انه هذا الجسم شماله هذا الجسم سرعته ثابتة هنا بالعادة أخذ لي شيء يسمى بالميل طبعا الميل هو فرق الصادات على فرق السينات ويساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على صين 2 ناقص صين 1 فلو أجينا أخذنا الميل لهذا الشكل شو بلاحظ أنه رأي يطلع عندي 2 اللي هي المكان النهائي اللي هو المكان النهائي 2 ناقص المكان الابتدائي 1 اللي هو هذا صاد 2 وهذا صاد 1 وهي على صين 2 اللي هو الزمن النهائي على صين 1 اللي هو الزمن الابتدائي 2 ناقص 1 1 على 1 ويساوي قديش 1 طبعا هذا الواحد شو هو فرق الصادات اللي هي المسافة فرق السينات اللي هي الزمن معناته الميل لهذا الشكل شو بعطيني السرعة الميل لهذا الشكل فرق الصادات على فرق السينات فأنا بعرف أنه هذا شو ماله هذا السرعة طب السرعة المتغيرة السرعة المتغيرة بحكيه انه هذا الجسم بقطع مسافات غير متساوية في زمن متساوي يعني لو اجينا اخذنا المثال هذا واخذنا الرقم الميل الميل حكينا صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1 صاد 2 قديش 4 صاد 1 قديش 1 على سين 2 سين 2 باللاحظة انها عند الاثنين هون طيب سين 1 قديش 1 4 ناقص 1 وتساوي 3 على 1 وتساوي 3 هذا الميل وهي السرعة طبعا طيب كيف ممكن اعرف انه هذا الميل انه هاي السرعة ثابتة ولا لا ولا سرعة متغيرة بكل بساطة لو اجينا اخذنا هون نقطة نقطة سميناها ثلاث رح الاحظ انه ثلاث رح تيجي وين عند الثلاث بينما هو لو اخذت النقطة سميتها ستة رح تيجي الستة وين ايضا عند وين عند الاثنين فنيجي نحسب لو اجيت انا اخذت النقطة هون ثلاث معناته معناته فستة ناقص اربعة قديش هون ها المفروض يجي زي هيك عندي الثلاث ثلاث ناقص اثنين وتساوي ستة ناقص اربعة قديش اثنين ثلاث ناقص اثنين واحد معناته شو صار عندي قديش الناتج اثنين معناته السرعة شمالها تغيرت فبلاحظ انه هيك هاي سرعة متغيرة هاي سرعة شمالها ثابت لو اجينا بلشنا نحل الامثلة تسير سيارة بسرعة مقدار ثلاثين متر لكل ثاني قاطعة المسافة مقدارها ستين متر ما هو الزمن اللازم لقطع هذه المسافة بلاحظ انه الزمن شو بده باجي بحدد شو ما اعطيني سرعة ما اعطيني مسافة شو بيضل علي الزمن فمعناته باجي بقول من قانون السرعة تساوي المسافة على الزمن طيب هو شو بده بده الزمن معناته انا شو بقدر اخلي الزمن لحال كيف ممكن اخلي الزمن لحال بخلي الزمن لحال عن طريق ايش بضرب ضرب تبادلي فبتصير السرعة في الزمن والمسافة في واحد في المسافة فتصير السرعة ضرب الزمن تساوي المسافة معناته الزمن شو يساوي مسافة على السرعة ممكن تحفظها زي هيك تحفظها طوالي وممكن تشتق اشتقاق من القانون فممكن اجي طوالي اقول انا بعرف حافظ القانون اقول الزمن يساوي المسافة على السرعة طيب الزمن بدو اياها المسافة قديش معطيني اياها 60 متر على السرعة قديش 30 متر لكل ثاني 60 على 30 قديش 2 والمتر مع المتر راحت والثاني بتطلع فوق معناته 2 ثانية او من البداية بكون عارف انه الزمن يقاس بالثواني فالناتج قديش بيقطع لي المسافة 60 متر بسرعة 30 متر قديش لما يكون عندي فيه ثانيتين بيقدر يقطع هاي هاي المسافة وبسرعة هالقد بيكون الزمن اثنين ثاني في حكيه لك تحلق طائرة في الهواء قاطعتها مسافة 12 كيلو معناته شو عطاني مسافة وشو عطاني ايضا دقيقتين لما يقول لدقيقتين يعني زمن شو بدو سرعة فباجي بقول سرعة تساوي المسافة على الزمن طيب بلاحظ انه معطيني بدو اياها بوحدة المتر لكل ثاني معناته باقي قبل ما ابلش شو باجي بحول هاي المسافة طيب انت بتعرف انه السرعة تساوي المسافة على الزمن المسافة قديش 12 كيلو الزمن قديش دقيقتين بدي احولها ل متر لكل ثانية بما انه من كيلو لا متر فبضرب قديش في الف والدقيقة لثانية بضرب قديش في ستين ثاني الدقيقة ستين ثاني الكيلو الف متر طيب معناته صار عندي 12 ألف على قديش على مية وعشرين ثاني اثنين في ستين فباجي بعوض هون 12 ألف متر طبعا لانه صارت الوحدة على مية وعشرين ثانية وباجي هسا بقسم الصفر مع الصفر راح يروح 12 على 12 بنزل الصفر هون 12 على 12 بواحد معناته السرعة قديش مية متر لكل ثانية هاي هي سرعة الطيارة في كل ثانية بتقطع لي مية متر فعشان هيك فهون بلاحظ اني حولت من كيلو ل متر بضرب في الف اذا بدأ حول من متر لكيلو شو بسوي بقسم على الف هذا الاشي انتوا عارفينه يمارس محمود رياضة ركوب الخيل اذا علمت انه يسير بسرعة معطين السرعة احسب المسافة بعد 4 ثواني هاي معطيني الزمن شو طالب للمسافة فهجي بقول يا بكون انا حافظ قانون المسافة يساوي السرعة ضرب الزمن او بشتاق اشتقاق من القانون الاصلي رح اجي اقول هون السرعة ضرب الزمن شو تساوي لي مسافة فيا بكون حافظ قانون وبشتاق البقية يا اني بكون حافظ يا بكون حافظ طوالي فالمسافة تساوي السرعة ضرب الزمن المسافة بدو اياها السرعة معطيني اياها 15 متر لكل ثانية في الزمن قديش 4 ثانية 15 في 4 60 والثانية مع الثانية راحت لأنه هاي قسمة يعني هاي كأنها بتنكتب متر على ثانية ضرب ثانية فهاي راحت معها 60 شو ظل عندي مسافة بإيش توقاس بالمتر وهيك طلعنا الناتج هيك أنيجع المثال لبيكتاب أو السؤال لبيكتاب السؤال بيكتاب بحكيه لي تأمل الشكل الذي يمثل عداد السرعة في سيارتين مختلفتين ماذا يمثل الرمز كيلو متر لكل ساعة بمثل اللي حكينا كيلو متر لكل ساعة مسافة على الزمن معناته شو سرعة طيب ما مقدار سرعة كل سيارة السيارة الأولى بلاحظ قداش وين المؤشر بيجي بلاحظ أنه عنده 60 كيلو متر لكل إيش لكل ساعة هاي الأولى طيب الثانية 100 كيلو متر لكل ساعة ما المسافة التي تقطعها كل سيارة في ساعة واحدة نفس الإشي لأنه لكل ساعة بيقطع لي 60 وهون لكل ساعة قداش بيقطع لي 60 بينما المسافة التي تقطعها كل سيارة في ثلاث ساعات فرح أجي أقول رح أجي هون أقول بالنسبة للسيارة الأولى بالنسبة للسيارة الأولى فسرعتها قديش هو شو طالب لي طالب لي المسافة فرح أجي أقول المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن السيارة الأولى قداش سرعتها 60 كيلو متر لكل ساعة طيب معاي السرعة ومعاي الزمن بيقولك في ثلاث ساعات السرعة قديش 60 الزمن قديش ثلاث معناته مسافة التي تقطعها الأولى في ثلاث ساعة قديش 180 كيلو متر لكل ساعة طيب الثانية سرعتها 100 كيلو متر لكل ساعة في ثلاث ساعات معناته المسافة تساوي 100 كيلو متر لكل ساعة في قديش في ثلاث ساعات ويساوي 300 كيلو متر لكل ساعة عفوا 300 كيلو متر هاي هي المسافة اللي بقطعها هذا الجسم هو أنا 80 كيلو طب لو إجا قل لي حول لي المسافة لمتر شو بسوي باجي بقول 180 كيلو عشان أحولها لمتر بضرب في قديش بضرب في 1000 راح يصير عندي 180 في 1000 ويساوي كديش 180 1000 متر الثلاثمية لو قال لي حول لي إياها برضو المتر راح أجا أقول 300 في 1000 ويساوي 300 ألف متر لو إجا قل لي حول لي من 1 ساعة إلى 1 ثاني فعشان أحول من ساعة إلى ثانية لازم أحول أول إشي من 1 ساعة إلى 1 دقيقة إلى 1 ثاني من 1 ساعة الساعة كم دقيقة فيها 60 والدقيقة كم ثاني فيها 60 معناته واحد ساعة لواحد ثاني قديش ثلاث تلاف وستمائة ثاني بيكون عليكم سؤال هذا واجب السؤال الواجب انك تحول من ثلاثة كيلو الى متر وانك تحول لي من خمس ساعات الى ثانية وانك تحول لي أرواع كيلو متر لكل ساعة ل متر لكل ثانية تمام واخر اشي انك تحول أربع آلاف متر لكل ثانية لكيلو متر لكل ساعة هيك هذا هو الواجب عليكم ويعطيكم العث هيك انهينا الدرس ترجمة نانسي قنقر